الفرق ما بين الانترنت تايم واللوكال تايم الوكال تايم هو الـ time اللي بتجيبه الـ Power Apps عندي من السيستم أو من الجهاز اللي اليوزر شغال عليه الانترنت تايم هو بتجيبه لي من الـ time العالمي حتى لو اليوزر مغير عنده الـ local time بتاعه هو هيفضل الـ time واحد على حسب الـ global time طيب الـ time يعني انا لو جيت هنا في الـ text box ده عملت الـ function now جابتلي الـ time عندي 10.26 لو انا جيت كده عملت change للـ time أو عملت change للزوم هغير مثلا هنا الـ 8 أوكي لو انا جيت هنا في الـ function دي وكتبتها تاني هلاقي اتغير عندي الـ time يبقى الـ now بتجيبلي الـ local time zone طيب لو انا مش عايزة اعمل كده وعايزة ارجع عندي الـ internet based time for example هنا في API ده اللي هو الـ world time API ممكن استخدمه ان انا اجيب الـ time بتاعه يعني لو اخدت كده الـ API ده وبالـ time zone هلاقي جايبلي الـ time zones او الـ time zone اللي انا قدر استخدمها يعني for example هنا ممكن استخدم افريكا وكايرو لو انا عايز اجيب الـ time بتاع كايرو ممكن استخدم ايشا ورياض لو انا عايز اجيب الـ time بتاع رياض يعني ده كده الـ API بتاعي لـ Asia ورياض جايبلي الـ internet based او الـ world time في الوقت ده كام مهما كان الـ time عندي على الـ computer فهو هجيبلي الـ correct time بتاعي هعمل الكلام ده ازاي هاجي هنا في الـ custom connector وهكريت custom connector from blank هسميه مثلا الـ for example هسميه الـ Cairo time لو انا مواجه التطبيق بتاعي عايز اجيب الـ time اللي هو في كايرو هقول له continue تمام هنا هاخد الـ base URL ده هنا الـ schema بتاعتي HTTP والـ host بتاعي مش عايزة الـ HTTP دي هقول له security مش عايزة اي authentication هنا هو مفيش حاجة في الـ action بقى هعمل new action وهقول له get Cairo time اوكي والـ import from sample هقول له get URL بتاعي هنا وليكن انا عندي هاخد ده كده بس هغير الزون بتاعي هاخد ده كده وهاخد الـ time zone بتاعي اللي هي Africa Cairo هلاقي الـ time zone بتاعتي دي اللي هي ممكن اخدها copy اتأكد ان هي صح اوكي هعمل import بعدين هنا في الـ add default الجسم بتاعي لو انا اخدت الكلام ده كده فوق بس الـ اخدت ده كده واخدت الـ time zone الـ Africa وكايرو كيرفريش هاخد الـ JSON بتاعي ده وحطه عندي هنا في الـ body بتاعي وهعمل import ماشي كده خلاص انا هعمل create للـ connector ما فيش اي error عندي اعمل هنا new connection علشان اتسته بس وهرجع تاني للـ custom connector عندي وهعمل له testing علشان اتأكد ان الـ connector بتاعي سليم وهو ان شاء الله هيكون سليم هادي الكايرو في الـ test test operation تمام رجع لي الـ operation ادي الـ time zone بتاعتي ورجع لي الـ date time بتاعي طيب هاجي هنا في التطبيق بتاعي في الـ data هقول له add data وابحث على الكايرو time بتاعي وهضيف عندي في الـ application انا غيرت دلوقتي الـ time على الـ computer بتاعي خلتها 4-44 ولو جيت كده انا استخدمت الـ function now هيجيب لي الـ local time على الجهاز هتحاله هنشوف الفرق ما بينه وما بين الـ time اللي هو باستخدام الكايرو time ده لو جيت هنا قلت له kyro time dot get kyro time dot جيت في برامتر هنا دي كل البرامتر اللي برجعها لي انا محتاجة اقول له date time يعني بس لو عرضت له الـ time zone بتاعي لو جيت هنا شفت الـ time الـ time zone هلقيها kyro africa و kyro طيب انا عايزة يعرض لي الكلام ده date time ادي date time بتاعي لو عايزة ااخد بس الـ date اللي هي date time value علشان اجيب date time value شايفين الفرق ده كده الـ local وده الـ local اللي هو على الكمبيوتر وده كده الـ internet based time كده اقدر اجيب الـ time بناء على location معين اللي انا موجه التطبيق لول الـ users بدل ما يجيب من الـ local يعني مهما الـ user هنا غير في الـ local time بتاعه الـ internet based time هيفضل زي ما هو اوه طبعا احنا دي ممكن تستخدمها مثلا لو بتحتاجها في حاجة زي تسجيل الدخول او كده فانت هتحطها في الـ submit في الـ submit نفسه وانت بتعمل submit للـ form بتاعتك هتدي له الـ value بتاع الـ connector ده علشان يجيب لك time الفعلي اللي الـ user دخل فيه الـ record بتاعك علشان